عندما لا تستطيع إخفاء الجريمة تسعى إلى شيطانة الضحية لتبرير قتلها وعندما لا تملك مبررات الشيطانة تقر بوقوع الجريمة ولكن تسجلها ضد مجهول تحقيق إدارية هذه لن تستطيع في أي يوم من الأيام أن تكتشف الطرف الثالث إنه الطرف الثالث طرف الثالث تكرر هذا كثيرا في مسلسل صراع الشعب المقهور مع السلطة المستبدة ففي سوريا مثلا سجلت الجريمة ضد مندسين أما في العراق فلم تجد الحكومة سوى تسمية الطرف الثالث المجهول لتسند إليه كل جرائم قتل المتظاهرين في ثورة تشرين وعلى مدى عدة أشهر وبعد كل مجزرة واضحة المعالم يكرر مسؤول الحكومة رواية الطرف الثالث لا يوجد أي حمل سلاح لكافة القوات الأمنية الموجودة مقابل المتظاهرين وأنما القتل الحاصل هو قتل من طرف الثالث ولم تسأل الحكومة نفسها وهي تطرز هذه الحبكة كيف تسلل الطرف الثالث إلى التظاهرات مخترقاً الطوق الأمني الذي يحاصر المتظاهرين ثم أليس من المفترض أن يقتل الطرف الثالث من القوات الحكومية كما قتل من المتظاهرين حتى يبلغ هدفه ببث الفتنة كما ترويج الحكومة حري بالحكومة أن تحدد الطرف الثالث بعد ثمانية أشهر من بدء قتل المتظاهرين وخصوصاً أنها تملك جهاز استخبارات تمكن من تحديد مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء قتله كما تروي الحكومة طبعاً حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له من يسمع رواية الطرف الثالث فإنه يناقشها على سبيل التهكم للجدية لأن القاتل لم يكن يضع لثاماً عندما ارتكب المجازر وأهل الدم يعرفون غريمهم كل المنظمات الدولية والتقارير الصحفية والناشطين والمتظاهرين وأمهات شهداء وإخوتهم وأبائهم كل هؤلاء أجمعوا أن القوات الحكومية والميليشيات هي الطرف الوحيد الذي قتل المتظاهرين فهذه منظمة العفو الدولية تؤكد أن قوات الحكومة وميليشيات إيران استخدمت قنابل حارقة وغاز أعصاب ضد المتظاهرين مثل ذلك ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش وحتى مفوضية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة أقرت بذلك المتظاهرون حددوا هوية القاتل منذ أول يوم هتفوا فيه ضد إيران وأحرقوا مقرات ميليشياتها كذلك عندما عروا النظام الطائفي الفاسد ولم يثوروا لإنصاف شهداء ثورة تشرين فحسب بل من أجل محكمة لجريمة امتدت لسبعة عشر عاما حول فيها البلد كله لمسلخ بشري وغابة تحكمها الوحوش